معلش لما جانا للمعلم وهقول له لا أصبر معايا ولا مش هقدر أديلك وكذلك هقول أكيد يعني بنفس الحل للأطباء لو كلمنا في ملف الصحة ده مش بس لهم لا ده مش لدول بس بس اسمانيا لا معلش لأنا بقول لكل المجتمع المصري انت لازم تصبر معايا خلال المرحلة اللي احنا فيها دي لأن احنا ما عندناش خيار تاني يعني انت بش بجاهز اي مفاجأة بمشروع قومي برؤية معينة بكاموا منين تقدر بكاموا منين لازم نتعلم كلنا بكاموا منين هتجيب الفلوس دي منين عشان تدي الناس مو عندكش وعود بدا بأي حاجة بيل العمل مش هينفع كده احنا كده هنضيع بلدنا صحيح دليلي على كده ايه انت كنت بتتكلم في دولة من من سنة 2000 كان الدين العام بتاعها 147 149 مليار جنيه انت بتتكلم النهاردة فوق واحد ونص تريليون جنيه فيه اللي بيقولين المشير عبدالفتاح السيسي مش عايز يا وعد يا فندم عشان لا يحاسب بعد هذا بعد ذلك احنا دايما بنتكلم بالمنطق يعني مش بفكرة ايه لا يحاسب انكلم بالمنطق ولما حد اتكلم معي بفكرة الميت يوم قلت له الناس اللي بتتكلم في ده دي دول مستقرة اوليها قواعد بيانات دقيقة وعارفين اشكالياتهم بشكل كويس ومصار كبير قوي احنا لسه لسه ما وصلنا روش بمنتهى الامانة كده بمنتهى الامانة كده النهاردة البرامج اللي بتناقش بيبقى فيه حزب ورا منه عنده كوادره وعنده مركز دراسات وابحاث بتشوف الاشكالات الموجودة في البلد وتوعد تفكر في برنامج يتم تنفيذه هل احنا موجودين فيه عندنا الكلام ده موجود في مصر؟ لا لما احنا نقول ان احنا هندي للناس فلوس ونقول وعد والوعد ده حتى لو هنحقق ويكون على حساب الوطن ينفع لقول كده؟ ما ينفعش نقول كده لازم النهاردة الكلام اللي نقوله يكون قابل للتنفيذ وملوش تأثير سلبي على الاقتصاد بالمصر بس ممكن يكون خطاب طيئي سياسات مش لما اقول للناس ما عندناش واستحملوا معانا ممكن يستحمل بقى خمس ست سنين اقول له استحملوا معانا قد ايه وعندنا خطة نوصل ايه احنا قلنا ان احنا منطمع من خلال التخطيط ده الطموح ده ان احنا في سنتين المصر يشعر بتعايف اللي اربع سنين يبقى حطينا رجلينا على الانطلاق ده اللي احنا بنيكلم فيه مين العقول اللي بتشتغل مع حضرتك يعني؟ مين اللي بيشترك وضع الرؤون؟ احنا انا قلت كلام ده قبل كده وحاوله تيينيه احنا ما جبناش اللي كل عقول نيره من داخل مصر وخارج مصر وحقول الاسمين بس انا جبنا المهندس عازم بتاع علمانيا بتاع الانفاء جبنا النقراشي بتاع الطاقة المتجددة طبعا الدكتور فاروق وفريق معاه فاروق الباز فريق معاه عشان يقول خريطة مصر الجيولوجية والمائية والصوات اللي موجودة فيها فريق كبير اوي في كل حتة وبنقعد وحنقعد معاي حد ممكن يسري تحركنا خلال الفترة دي والقالب وخلاص خدتوا كل الافكار دي يا فندم ولا في افكارها تبقى منتقاي يعني في افكارها ناخدها وافكار لا احنا قلنا البرنامج او قلنا الرؤية بتاعتنا بشكل يعني شامل كده واحنا متحركين لو في حاجة جات قدام منا افضل من كده حنعملها لان احنا هدفنا المصلحة دي التعليم مش مش المشكلة دي فقط التعليم منهج كمان انا عايز الغي الحفظ والطلقين الغي انه التنصيق هو اللي يودي الشباب الى هذا المكان لازم يبقى فيه عندي منظومة متكاملة كيف افكر ازاي حعمل سيارة جديدة للتعليم مناهج تتمشى مع التطور الحادث في المجتمع انا عايز اقولك بالنسبة للنقطة دي انت المنهج ممكن تغير وتجيب مناهج جيدة جدا لكن انا لما جيت ركزت على المعلم بيعتبره اللي هو العامل الانساني الحاسم المواد اللي هي العناصر المادية سهل ان احنا نتعامل معها انما العناصر اللي هي مرتبطة بالانسان وقدراته هيدي العناصر المتغيرة اللي احنا محتاجين نتعامل فيها بفاعلية حقيقية عشان كده قلت ايه انا شايفكم ومقدر واحنا مش انا بس احنا كمجتمع شايف المعلم ومقدره سواء كان في تعليم عام او خاص في الجامعة او جامعة الحكومية ده مقدر جدا وصبرا يعني ده اهم من المنهج المعلم اهم من المنهج ما قلتش اهم انا بقوله هو العامل الحاسم انت ممكن تعمل منهج كويس جدا ونحنش بعمل واحدش عامل حاجة فكا انت عايز معلم يعني يعطي حقيقة مش بس على قد المادة التعليمية انت عايز تخليه يدي قيم كمان عايز معده كده انه انه قضية التعليم ممكن تكون الانجاز فيها مؤجل الى مرحلة لاحقة نتيجة ان احنا ما عندناش نديله دلوقتي ومش جاهزين لا احنا فيه فرق ان احنا بنقول نعمل نقلة حقيقية وان احنا نفضل ساكتين كده احنا نتكلم في نقلة حقيقية مش مش في خلال السنتين ثلاثة لما انا اجي اعمل ميت مدرسة وقول ان انا حاخد فيهم النقل اللي هو افضل عقول مصر ده 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 تحرك انك انت النهاردة جمعت من المحافظات كل محافظات مصر في كل محافظة مدرسة والاتنين فيها مدرسة للنجباء من الوطن انت كده بتحاول تعمل يعني امل انك انت تحتضن العقول دي مع عدم اخير باقي العقول ده واحدة نمر اتنين لما تجي نهاردة تقول تبتدي تخلي تهتم وتروح للمدرسة وتقول المعلم المتشكر وتعمل اجراءات اخرى للتحفيز ما امكن لما تعمل مجلس ادارة تكون فاهمة الفاهم اللي انا بتكلم فيه ده ان هي تبقى مجلس اباء موجود في المدرسة مقدر للمعلم مش يعني فيه اجراءات كتير ممكن نعملها تقول للمعلم انا متشكر منك وانا معاك وانا بساعدك لغاية لما نقدر نصل للمرحلة اللي انا الوعد اللي انا بتكلم فيه انافزه بس انت مركز عن معلم اول السات مش يشايف انه الاساس انا اول انا شايف ان المعلم البناء ده ما هو الاساس الانسان هو الاساس اشتركوا في القناة